يعني أنا أستغرب من صناع المحتوى اللي يقعد يسولف ربع ساعة أو عشر دقائق على مود بنك طاقة ماكوش قابلية المهم احذروا اليوم على شون راح نسولف شلونكم شاكم ماكو ان شاء الله كل بخير وبصحة تمام بالحلقة الثانية من منتجات غريبة عجيبة راح نسولف عن بعض بنوق الطاقة أو مثل ما تسمى الباوربانكس هذه بنوق الطاقة يعني شوية بعيدة عن الملل شوية مختلفة عن كل المنتجات اللي تتعلق ببنوق الطاقة طبعا أكيد غالبية بنوق الطاقة تعتبر فتشيم وميل يعني صراحة لما نريد أسوي فيديو بخصوص بنك طاقة أشيلهم هواية بالنسبة للناس لأنه شا تريد يعني السولف انت باعتبار بنك طاقة شبه هو السعة وقدرة الشحن وانتهى الموضوع ماكو فتشي مثير للاهتمام ولكن لأنه هذه السلسلة تتعلق بالمنتجات الغريبة فحبيت اليوم أشارك وياكم ثلاث منتجات بنوق طاقة غريبة وهذه المنتجات التقنية متوفرة عند متجر ميكي ستور في بغداد الكرادة خارج هذا المتجر مو بس يتوفر عنده الباوربانك اللي سولفنا عنه في فيديو سابق ومو بس يتوفر عندهم هذا بنق الطاقة اللي بي أمبيينت لايت تتبع الصوت ولكن أيضا متوفر عندهم هذه بنوق الطاقة الثلاثة ورح نبدي بالمنتج الأول واللي هو من شركة باسيوس هذا بنق الطاقة سعة عشر تالاف ميلي أمبير وهو يعتبر 2 in 1 يعني شاحن وبنفس الوقت باوربانك وهذا المنتج يجي بتقنية الـ GAN ولما بنق الطاقة هذا يدعم هذه التقنية معناها المكونات اللي بداخله تكون أكثر كفاءة وأمانا للاستخدام طبعا أنا حبيت أختصر هذه التكنولوجيا الـ GAN بهذه العبارات البسيطة أكيد هي بها تفاصيل أكثر اكتبونا بالتعليقات إذا يعجبكم نسوي فيديو ولو حتى شورتز صغير بخصوص هذه التقنية هذا المنتج يحوي منفذيا منفذ تايب سي بي دي ومنفذ يو اس بي أي اعتيادي وحتى تكون الفكرة مفهومة ولأنه هذا المنتج يعتبر 2 in 1 يعني شاحن وبنفسه قد باوربانك فلازم نفصل الموضوع إلى قسميا إذا نستخدمه كشاحن للابتوب أو أي شي ثاني هنا رح يكون الشاحن عن طيق منفذ تايب سي من أربطة مباشرة بالكهرباء 45 واط واليو اس بي أي 30 واط إذا أشحن جهازين بنفس الوقت يعني أستخدم المنفذين في وقت واحد هنا بالتايب سي رح يكون 30 واط واليو اس بي أي رح يكون 15 واط وبيتش حالة صار المجموع عندي 45 واط ولأنه منفذ تايب سي يجيب تقنيتي البي دي باور ديليفري إذا معناته هو ايمبوت وأوتبوت وإذا أريد أشحن الباوربانكس مو من البلاك هذا أريد أشحنه من التايب سي فهنا رح يكون قدرة الشحن 18 واط أكيد هنا طبعا الخيار الأمثل هو أنه تشحنون عن طريق الأدابتر نفسه باعتبار 45 واط تكون أسرع من ال 18 واط ولكن مع هذا الشي حلو أنه يكون عنده خيارين عن طريق البلاك وعن طريق منفذ التايب سي يتم شحن هذا بنك الطاقة أما الجزئية الثانية اللي تخلينا نتعامل مع هذا المنتج على أنه باوربانك فهنا الموضوع رح يختلف لأنه التايب سي رح يشحن الأجهزة 30 واط القدرة أقصى شي واليو اس بي اي كذلك رح يشحن 30 واط يعني مو 45 واط مثل ما لو رابطيها مباشر بالكهرباء ولما نريد استخدم المنفذين فكل واحد بهم رح يأخذوا 18 واط أنا أعرف الموضوع شويدة واختكم بس لازم تعرفون هذه التفاصيل موضوع 45 واط يكون فقط لما نشحن التايب سي ويكون مربوط مباشر بالكهرباء البلك يعني مو بكل الظروف أنا أقدر أشحن أي أجهزة أخرى 45 واط ولكن مع هذا يبقى منتج رهيب صراحة يعني من ناحية الجودة من ناحية مثل ما قلنا أنه يدعم تقنيتي جي اي اي اين تفاصيل هواية كل شيء يعني رهيبة بهذا الباوربانك سعر هذا المنتج هو 65 ألف دينار عراقي وهسا خليني نسولف عن هذا بنق الطاقة اللي يدعم الماك سيف مثل ما تعرفون تقنية الماك سيف هي متوفرة للآيفونات الحديثة حتى تشحنون الأجهزة لاسلكيا وصحيح أني ما أستخدم الآيفون وما جربت هذا الشيء شخصيا على جهاز عندي ولكن شفت يعني عد أجهزة أخرى آيفونات وشفت الالتساق يعني ممتاز من ناحية المغناطيس اللي هناك فبالتالي هذا الشيء إلى فائدة كبيرة لأصحاب الآيفونات اللي أجهزتهم تدعم الشحن اللاسلكي الإضافة الثانية الحلوة بهذا المنتج هو أنه أكون منفذ Type-C Power Delivery يعني همين أقدر أشحن هذا الباوربانج وبنفس الوقت أشحن من خلاله يعني أنا شخصيا بالنسبة إلي كجهاز أندرويد ما يدعم الشحن اللاسلكي قدرت أشحن عن طريق هذا الباوربانج مباشرة باستخدام كابل Type-C والحلو بالموضوع أيضا أنه أكون منفذ Lightning يعني أنا أقدر أشحن هذا الباوربانج أو الماكسيف باوربانج أقدر أشحنه باستخدام شاحنة الآيفون اللي هي مثل ما تعرفون الحالية الآيفونات الحالية هي بمنفذ Lightning فهذا في الشيء قدم أريحية كبيرة بالإضافة إلى الوزن الخفيف وأيضا أكون سجرين واضحة تبين لك النسبة المئوية للبطارية وصراحة المنتج يعني منتج على أعلى جودة فتشراقي من Materials ومواد ولا كأنه يعني إذا خليتها تفواحة هنا أنا علامة التفواحة أي واحد أجي أقول له هاك هذا المنتج من أبل رح يقول لي والله صحيح مبين عليه الفخامة وللعلم سعة بطارية هذا الماكسيف هي 10,000 ميلي أمبير ورح تقدرون تشحنوا من خلاله لا سلكيا بأقصى قدرة 15 واط أما إذا تشحنوا من خلال الـ Power Delivery الـ USB-C فرح تكون قدرة الشحن 20 واط وبما أنه هو Power Delivery إذن هنا رح يتم شحن الـ Power Bank وشحن الأجهزة يعني Input و Output والثينات هم أقصى الشي 20 واط وبالنسبة لمنفذ Lightning فهنا قدرة الشحن أقصى الشي رح تكون 10 واط يعني الـ Input اللي رح أشحن به هذا الـ Power Bank أقصى الشي 10 واط من خلال فأكيد هنا طريقة الأسرع للشحن رح تكون عن طريق منفذ Type-C وسعر هذا المنتج هو 65 ألف دينار عراقي وصلنا هسا لآخر منتج أو بنك طاقة واللي هو منتج ما أعرف شلون أوصفه بالكلام من ناحية التصميم ما أعتقد أي كاميرا أو ما أعرف شلون أوصف بالكلام شلون هذا المنتج عالي جودة وشلون الدقة بالتصنيع والتفاصيل يعني أنا متأكد هذا المنتج إذا أحط له منه أنا مثلا تفاحة مع ضوضة الله ليعلم ببيش يمبار هذا بنك الطاقة اسمه Charge وهو من شركة مختصة بصناعة بنوق الطاقة اللي تيجي بتصاميم أنيقة وغريبة وهذا الـ Power Bank يجي بمنفذي Type-C اللي هو يعتبر Power Delivery تقدرون تشحنون Input وOutput وبنفس الوقت أكون منفذ USB-A واللي يعتبر فقط Output بالنسبة لقدرة الشحين للـ Power Bank نفسه رح تكون أقصى شي 18 واط عن طريقة Type-C مثل ما قلنا والـ Output رح يكون أقصى شي 20 واط وبالنسبة الـ USB-A رح تكون أقصى شي 18 واط هذا الـ Power Bank يجي بنمط التيار الواطئ للأجهزة اللي تعتبر مثل الملبوسات أو الشغلات اللي أنت ما تحتاج بها قدرة وأمبيرية عالية وهذا بنق الطاقة يجي بمواد أو components ضد الحريق وضد الفولتية العالية مع تحمل لدرجات الحرارة العالية من ناحية قدرة الشحن قد يكون هذا الـ Power Bank مو الأبرز بالسوق أكيد ولكن أكو بعض التفاصيل المهمة جداً بهذا الـ Power Bank بالبداية أنه هذا الحجم أنا لا أعلم في شون خلوا هذه البطارية بهذا الحجم يعني فتشي كل شي خفيف شوي أكبر من الـ Airpods أكو لد إضاءة وهذا اللد يوضح لك نسبة البطارية بشكل أنيق وكأنما أجهزة الـ Nothing Phone إذا شايفين الـ Nothing Phone 1 والـ 2 بيها بظهر الجهاز أكو هذه اللدات اللي هي تكون أضوية تدريجية هناها من نفس الفكرة موجودة توضح لك نسبة البطارية من الغلاف اللي فوقي يبين المواد الإلكترونية اللي متكون منها يعني هو شوية غواش وكأنها مهنانة مو كل شي يعني كلير بس فتشي أنيق جداً إذا صلت الضوء ممكن تشوفون المواد اللي موجودة بالداخل فصراحة مواد التصنيع تعتبر فتشي يعني جداً مميز وأشوف هذا الباوربانك ممكن يكون هدية حقيقة يعني شون هاي الجداحات كانوا قبل ينطون هدايا جداحات فاخرة هذا هم يعتبر باوربانك فاخر يعني على المواد التصنيع والمسكة والهاي التفاصيل سعر هذا المنتج هو 75 ألف دينار عراقي وبالنهاية أتمنى أنه عجبتكم الحلقة الثانية من المنتجات غريبة عجيبة نعم شوية هي بنوك طاقة همين عنصر المال الموجود بس أنا شفت أنه هذي المنتجات شوية خارجة عن المألوف ولكن بنفس الوقت تعتبر فتشي عملي يمكن باستثناء هذا الباوربانك يعني يعتبر فتشي فاخر فقط بس أنا بالنسبة لي أحبيته واحتفظت بي يعني أدى استخدمه برغم أنه اللي عندي شواحنة أسرع من عنده بس مادي رحب أشوفها كل ساعة قدام يم الحاسبة أرجع أذكر أنه هذي المنتجات متوفرة عد ميكي ستور في بغداد الكرادة خارج المعرف لحسابات المتجر مثل ما ظاهر قدامكم بالشاشة إذا أعجبكم تشوفون شنو المنتجات اللي عندهم وإن شاء الله رح يعني أكو بعد حلقة ثالثة بيها بعض المنتجات الغريبة قريباً داشترول عليها فأكيد يتأكدوا أن تكونون مشتركين بالقناة حتى لا تفوتكم بالفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال معرفات ريشتك تسعة ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة